بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم أستاذ سمير صلاح معلم رياضيات بشركة أفاق التعليمية وصلنا يا شباب إلى نهاية الدرس الفترة اللي فاتت إلى مساحة متوازي إلى الله واليوم إن شاء الله بندرس مع بعض الدرس الموجود معنا هو مساحة المسلس إلى أول كده شباب تعالوا نتعرف الأول على المسلس احنا خلنا قبل كده مساحة بالنسبة للمسلس خدنا معرفة المسلس منحيث أطول أضلعه ومنحيث الزواية فبالتالي عندنا منحيث الأضلع طبعا إحنا قلنا أنواع المسلسات مختلف الأضلع متساوي الأضلع متساوي الضرعين أو متطابق الضرعين ومنحيث الزواية مسلس قائم للزاوية وحد الزواية من خفط الزواية وليوم إن شاء الله بنتكلم فيه مساحة المسلس طبعا بالنسبة 오케이 لننا Kontakt ما تطلب سيكون من ثلاثة أطلع وبعد كده ان شاء الله شباب فيه قاعدة فيه نظرية بتربط ما بين المثلث وما بين متوازي الأضلع طيب معانا اليوم نتكلم بعد كده في مساحة المثلث المثلث يا شباب له قاعدة عندي عشان اجيبها المساحة ويقول لي مساحة المثلث هي نصف ناتج ضرب القاعدة في الارتفاع القاعدة وهي برمز لها بالرمز كوف اللي هي القاعدة يا شباب والارتفاع هيرمز له بالرمز عين والارتفاع بيختلف من المثلث إلى آخر فهنا المثلث حد الزاوية فبالتالي الارتفاع بتاعه من الرأس عمودي على القاعدة أما الارتفاع المثلث قائم الزاوية زي هذا الارتفاع يا شباب بيكون ضلع القائم طيب يبقى مساحة المثلث عندي يا شباب بتساوي حاصل ضرب القاعدة نصف القاعدة في الارتفاع يبقى القانون بعبر عنه يا شباب رياضيا يبقى ميم تساوي نصف قاف عين يعني يا شباب إن نصف القاعدة في الارتفاع او قانون اخر بيسوي قاعدة القاعدة في الارتفاع على اثنين في طالب يقول يا شباب كافعين هنا تبج عمعوا طرحوا ضربوا قسم إدامة مافيش علامة موجودة هنا يبقى هنا العامة العبارة عن ضرب تعالوا كده نبدا يا شباب مع بعض بيقول لي ايجاد مساحة المثلس اعادة وجد مساحة مسلس شباب احنا قلنا ان مساحة المثلس نص طول القاعدة في الارتفاع وتبقى بيبقى القاعدة عندي بسيطة وبسع generated than tol القاعدة هنا مش مديني لطول الارتفاع شبالك يمديني الوحدات فببدأ أعد هنا القاعدة بتسوي أدو 1, 2, 3, 4, 5, 6 طيب وطول الارتفاع 1, 2, 3, 4 فبالتالي عندي الارتفاع أصبح 4 والقاعدة بتسوي 3 طيب عشان أحي المسألة دي يا شباب احنا قلنا مساحة المسألة بتسوي نص طول القاعدة في الارتفاع يعني نص فيه 5 فيه 4 بعد الاختصار طبعا على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها 3 طبعا يا شباب طريقة الاختصار لازم أكون أعرفها وأختصر بالبسط مع المقام بإخراج العامل المشترك الأكبر طيب هنا أصبح عندي فيه 3 يبقى أصبح 3 فيه 4 يسوي 12 يبقى مساحة المسألة الموجودة عندي يا شباب بتسوي كام 12 فتكون مساحة المسألة المسألة بتسوي 12 واحدة مربعة طيب أنا عندي مسألة هنا أخر يا شباب باستخدم الأعداد العشرية طيب أنا عندي هنا القاعدة طيب إن القاعدة يا شباب المفروض بتبقى تحت لا إن المسألة يا شباب مالوب عادي ما فيه مشكلة يبقى القاعدة عندي 12 واحد من 10 والارتفاع 6 و4 من 10 نفس القانون يا شباب مشاحة المسألة المسألة تسوي نص حاصل ضر بطول القاعدة في إرتفاع يبقى نص قف عي طيب يبقى من بتساوي نص فيه القاعدة عندي بكما يا شباب برافا عليكم 12 و 1 من 10 طيب والارتفاع بيساوي 4 و 6 من 10 يبقى باجمع ال 2 يبقى بضرب يا شباب بعد كده باخد نص فيه لما اضرب ال 12 و 1 من 10 يا شباب فيه 6 و 4 من 10 بيعطيني 77 و 44 من 100 بعد إجراء عملية الضرب طيب بعد الاختصارات يا شباب بعد كده باختصر يبقى 2 يبقى 77 و 4 من 44 من 100 على 2 بيعطيني 38 و 72 من 100 يبقى أنا قسمت على 2 يا شباب يبقى إذا مساحة المسلس تساوي 38 و 72 و 70 متر مربع ومنساش يا شباب إن المساحة عبارة عن متر مربع أما الطول فهو عبارة عن المتر أما الحجم فهو عبارة عن متر مكعب منساش العلامة رقم 2 دي اللي هي دين مساح علامة المساح بعد كده شباب موجود معي مسألتين هنا في تحقق تعالوا الحلم كده مع بعض يا شباب وهو نفس القانون بس هنا بيتختلف عندي الارتفاع بيبقى ممكن يكون خارجي وممكن يكون داخل طيب أول سؤال يا شباب السؤال الأول يسألهم بيقول أوجد مساحة كل مسلس مما يأتي طيب مساحة المسلس الأول أنا عندي الوحدات هنا موجودة يا شباب تعالوا كده نبدأ الوحدات مع بعض واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسة عشر يبقى أنا عندي هنا القعدة بعشرة طيب الارتفاع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى الارتفاع عندي بخمسة طبعا بيحل يا شباب بياختصار على طول يبقى المساحة بتساوي نص القعدة في الارتفاع القانون بتاع مساحة المسلس عندي الاختصارات هنا يا شباب يبقى هنا اختصر على الاثنين فيها الواحد هنا على الفيها الاختصار لا يوجد عمودي ساقط من الرأس على القاعد اصبح ان الارتفاع خارج المسلس يبقىنا عامد الاتفاع بكاما شباب الاتفاع بسبع والقاعدة بتسع هنا يا شباب ده متنفيش عدد زوجي يبقىنا هتطر ان انا اعمليها يا شباب هيبقى يطلع فيها اعداد عشرين طيب تعالوا كده نشوف مع بعض يبقى مساحة القاعدة في الارتفاع نص القاعدة في الاتفاع يبقىنا اقسم هنا عليك شباب يبقى سبع فتسع تلاتة وستين تقسمي اثنين يعطيني واحد وخمسي واحد وتلاتين وخمسة من عشر وأصبحت كده مسائلة يا شباب معي بمساحة مسائلة سهل 31.5 من 10 تعالوا كده يا شباب نشوف المسائل اللي بعد كده طيب دي بالنسبة لمساحة شباب والسؤال اللي عندي المسال سهل وبسيط فبالاش أضيع الأسئلة السهلة دي يا شباب في الاختبارات كيبه مساحة المسائلة بتساوي نص طول القاعدة في الارتفاع تعالوا هناك أتأكد يا شباب بعض المسائل المختلفة برضه هنا برضه ممكن يجيلك السؤال على شكل مسلس في واحدة مربعة أو أطوال عبارة عن قاعدة وارتفاع واللي ارتفاع بيكون داخلي ممكن يكون الارتفاع خارج تعالوا كده مع بعض يا شباب نشوف بعض الأسئلة ولو جد مساحة كل مسلس فيما يأتي المسلس الأول بجيب عدد الوحدات المربعة الموجودة عندي أدو 1 2 3 4 يبقى القاعدة عندي بأربعة وحدات طيب الارتفاع 1 2 3 يبقى أصبح عند الارتفاع بساوي 3 بطبق نفس القانون يا شباب كتابة القانون عليها درجة يبقى أنا عندي يا شباب نص فيه 4 فيه 3 باختصار يا شباب أو بدربة 3 في 4 بـ 12 وتقسمها على 2 يبقى بيساوي 6 وحدات مربعة السؤال الثاني هنا مديني القاعدة على طول يا شباب ممكن أطلع المسألة المباشرة على طول يا شباب يبقى أنا عندي الارتفاع بـ 8 والقاعدة بـ 12 يبقى نص فيه 8 في 12 أو 8 في 12 بـ 96 ممكن أختصر على الـ 2 يبقى الـ 4 إلى 4 في 12 يعطيني 48 سنتيمتر مربعة وهو المطلوب إثباته طب عندي هنا يا شباب المسألة فيها أعداد عشرية أركز وأنا بدرب الأعداد العشرية عشان الناتك طب عندي هنا الارتفاع بـ 11 و 25 من 100 متر أما هنا القاعدة بتساوي 15 و 6 من 10 أركز يا شباب وأنا بدرب الأعداد العشرية طيب بعد هنا أجتعلي كده يا شباب يبقى مساحة المسلس بيساوي نص طول القاعدة في الارتفاع يبقى نص فيه 15 و 6 من 10 فيه 11 و 25 ضرب 15 و 6 من 10 فيه 11 25 أعطاني 100 75 و 5 من 10 طبعا تقسيم 2 أني يعطيني 87 و 75 من 100 معنى كده يا شباب أني القانون اللي أنا بطلع منه بالدرس اليوم وهو مساحة المسلس اللي هي بتساوي نص طول القاعدة في الارتفاع وأركز يا شباب على القاعدة بتاعتي أركز على القاعدة يا شباب ده وفي إمتى القاعدة هتقدر تطبق في المسال اللي موجود عندي إبقى مساحة المسلس بساوي نص طول القاعدة في الارتفاع أو القاعدة في الارتفاع مقسوما على إثنين وبهنا يا شباب يكون انتهى يكون انتهى درس اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم نساء السمير معلم الرياضيات بشركة أفاق التعليمية